في حدث اليوم سنتحدث عن هذا الخلاف القائم بين شركة الاتصالات الفرنسية أورانج وإسرائيل كل ما في الأمر أن رئيس هذه الشركة عندما كان في مصر تحدث عن احتمال انسحاب شركة أورانج أو فك ارتباط شركة أورانج مع شركتها في إسرائيل ما أثار طبعا ضجة تبعتم بالتأكيد تداعيتها في إسرائيل التي اعترضت على ذلك بقوة السفير الإسرائيلي تدخل لدى مختلف السلطات الفرنسية في الإليزي في الخارجية ولدى حتى وزارة الاقتصاد ومن هنا جاءت محاولة لورون فابيوس للتخفيف من حدة هذا التوتر والقول أنها يحق لهذه الشركة لأسباب التجارية أن تتصرف في الشركة مثل ما تشاء ولكن فرنسا لا تعتزم مقاطعة إسرائيل مع فلسستيديو محمد الألفي وهو خبير في الاقتصاد السياسي يعني هي ضجة كبيرة مع أن هذه الشركة لم تتحدث عن مقاطعة هي لم تتحدث عن مقاطعة لكن كل الأمر أن تصريح سيد سيفان ريشارد صدر من القاهرة وهنا أخذته إسرائيل على محمل أنه فسرته سياسيا ولم تعتبر أن الرجل كان من حق أي شركة حتى الاتحاد الأوروبي بيعتبر أن الأرض المحتلة بعد 67 هي مستوطنات غير شرعية والرجل يريد أن يحمي علاماته التجارية أيضا وهذا ما قاله فابيوس هذا لا يعني أننا سنغير موقفنا من الاستطاة إسرائيل بالطبيعي هم يعني نعلم أنهم محترفين في مسألة الميديا بشكل كبير أصاروا ضجة لأنهم بيستخدموا علامات هذه الشركات العالمية ليؤكدوا أنهم تتم مسانداتهم من العالم وأن العالم في حالة رضاء كامل عن تصرفاتهم تجاه المستوطنات فالرجل أراد أن ينأب بنفسه وبشركاته عن هذا الأمر على الرغم أن عقده ما زال مستمر حتى 20-25 وله مركز أبحاث وله مكتب آخر لكن كون الإعلان صدر من القاهرة سمعنا تصريحات القاهرة ما فيش مشكل ما بين مصر وإسرائيل لا هم يعتبرونه أيضا إسرائيل دائما تحسن استخدام ما تريد أن تستثمره لصالحها هي أرادت أن تحرك المجتمع الدولي واتخذت زريعة تصريح رئيس أورانج التي تمتلك الحكومة الفرنسية فيها حصة 25% حتى تقضي بها على احتمالات مقاطعة أخرى لأن هناك حملة كبيرة في المقاطعة من المستوطنات وحتى الأكاديميين والبحثين بيرفضوا زيارة إسرائيل وحتى الطلاب وحتى حملات على مقاطعة سياحية لإسرائيل فأرادت أن تستثمر تصريح سيفان ديشار هذا بموقعه وبمشركة الحكومة الفرنسية الاستثمار الأمثل في الضغط على أخرين وإخافتهم وتهييق حكومتهم عليهم بشكل أو بآخر هذا ما تفعل إسرائيل دائما ومن هنا جاءت فكرة أن ترحى النظرية المقاطعة في حين أن الرجل تحدث فقط لأسباب تجارية وفسر ذلك أول أسباب تجارية وطبعا لما تكون فيه علامة تجارية أي تريد ماركة علامة زي أورنج بتستخدم فيها يعني بتستخدم داخل مستوطنات وحتى أراضي بيعتبرها الاتحاد الأوروبي يعني مستوطنات غير شرعية حتى إذا أراض أن يحمي علامة التجارية من الاستغلال السياسي فهذا حقه أيضا لأن أورنج ليست لا تعمل فقط في إسرائيل وإذا كنا بنتكلم على أن هناك 10 مليون فبس البلد الجارة ومصر فيها النهاردة بعدد الأجانب باللاجئين يعني تتجاوز المية وعشر مليون وأيضا هناك المنطقة العربية أورنج لها مصالح هو طبعا نائبة وزير الخارجية صرحت بأن المندوبين الذين يعملون لحساب فلسطين والذين يتبنون قضاء فلسطينيين يعني ناس بسطاء يعني يتمنون ربما إسرائيل لها هاجس آخر لأن أنت تتذكرنا فيما يتعلق بمسألة التراموي الذي يفترض أن يمر بالمستوطنات وكان يفترض أن تعده أيضا شركة فرنسية مسألة أثار الضجر هي لها أبعاد كثيرة هي أخذت نقطة تضرب بها عدة نقاط أخرى وهذه إسرائيل وليس جديدا على من يتبعون السياسة وأيضا أرادت إخافة اتحادات أخرى تعمل على المقاطعة لكن الأمر كله أمر تجاري بحث لا علاقة له بأي شيء أرادت أن تستثمر سابقا ليست أيضا في حديثة أخرى شارل إبدو عندما أرادت من اليهود الهجرة وأعتقد أن وأرادت أن تستثمر أحداث أخرى لجذب استثمارات طبعا إسرائيل تلعب في بعض النقاط كما يلعب اللاعب الخاسر في الوقت وضع على الأسف محمد الألفي شكرا لك شكرا لحظة فترتكم مسائية متواصلة ابقوا معنا رغب إلى تبع وبعد ما تستثمر لك رجز في الوقت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة